من عموم رحمته بأمته وشفقته به فعلى سامة بن زين قضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعب ما هذا يا رسول الله اسمع الدرسي بابا اسمع الدرس في الراديو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصل الحديث في صحيحه وعائد المريض وعائد المريض يزيد على زيارته ما تجود به نفسه من خدمته لأخيه المتعب فهذا إحسانا على إحسان من سقياه وإطعامه ومساعدته على قضاء حوائجه فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وممى ماشيان فأتاني وقد بي عليهم فتوضى رسول الله روابنا وسلم صب عنه وضوءه فأفقته لرسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريد رواب البخارين أما وقت زيارة المريض فهذا شأنه عدد بحال المريض ومكانه ومكانه في رأي البلد غير أن على الزائر أن يخفف زيارته ولا يطير المكتاعدة لأن ذلك في الغالب قال الأوزاعي رحمه الله أرجل المصر في فريد محمد بن سيرين فوجدته مريضا به البطن فكنا ندخل عليه نعوذ قياما وقال الشعبي زيارة الحمقى أشد على آن المريض من مرض صاحبه يجيئون في غير حين عيادة ويصيبون الفرس انتهى كلامه ولكن لنعلم أن المرضى يختلفون والعلاقات بينهم وبين أهليهم تختلف والحب والوجه يختلفان أيضا إنا نعلم يقينة